هناك هجوم كبير حصل من أمريكا على تيك توك أريد أن تشرح لنا القصة باختصار؟ حسنًا، التيك توك ليس ملك قوي هناك مشاكل كثيرة جدًا بالذات هي أمريكا مشكلتها مع التيك توك أنه ليس بلاتفورم أمريكي لا يستطيعوا تقرير عليه مثل ما حصل من أربعة سنين مع شركة واوي أنهم منعوا عنهم الجوجل بلاي ستور مش عشان حاجة لكن علشان هما شايفين دي قوة اقتصادية هتضغي في المجال اللي إحنا فيه على صناعة التليفونات نفس اللي بيحصل على بلاتفورم إحنا عندنا الفيسبوك عندنا الميتا الجنرال بالإنستجرام بالحاجات دي كلها فالتيك توك ده يعتبر ضدنا ما عندناش عليه كنترول فهما بيغلفوها بغلاف إيه؟ أن التيك توك بالذات مثلا نيكي هيلي دي مرشحة ديمقراطية لا مرشحة جمهورية وكانت مع ترامب في البدايات بتاعته كانت هي سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة هي من أصول هندية أصلا مش أمريكية كبير فهي مشكلتها مع التيك توك هي علشان تكسب الانتخابات هي هتنزل نفسها في الانتخابات فعلشان تكسب وتكسب الإسرائيليين بصراحة فلازم تحارب الحاجة الوحيدة اللي فيه متنفس فيها ضد ضدهم فبتقولك إن ده بيغير رأي الناس وإن ده ضد السامية عشان تكسب الانتخابات هل تيك توك فعلا ضد الكلام ده؟ لا الناس تيك توك بلاتفورم مفتوح بالزبط اعمل اللي انت عايزه بس أنا عندي قيودي ما تتخطهاش أنا واحد من الناس تقفلي حسابي على التيك توك على التيك توك بس لان انا اتكلمت على قضية الوان قسقزح القضية اللي حصلت فترة كبيرة جدا قفدول الحساب انت ما يفعش تتكلم ده انت كده خطاب كراهية وانت 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 معين الكلام عادي مفوش اي حاجة فده هو برضو اللي بيعملو دلوقتي معنا فالتيك توك على قد مليه إيجابيات فعلا في القضية الفلسطينية على قد ان انت تقدر تتحايل عليه وده برضو التحايل ده ينفع على كل البلد فلسطينيين لكن ما سوقه على فكرة على مجتمع على الاسرة حتى كتير وحش جدا يعني انت عايز تقولي احمد ان هي مش معطاردة على التيك توك هي معطاردة على ان هم مش عارفين يحطوا قيود او حدود للمحتوى اللي بيتحط ضد الاسرائيليين علشان القضية الفلسطينية بالضب ده جزء من النقطة بتاعتها طب هو التيك توك ازاي تحول من بلاتفورم ناس كتير قوي قوي بتتدايق منها خصوصا الاهالي علشان ولدهم طبعا وان هم شايفين ناس كتير شايفة يعني انه بيقدم محتوى شبه هتافه ليه محتوى الناس بتسمع منه كم اخبار وكم حاجات بتساعد البني ادمين هما يفهموا اكتر وبتاع من ساعة 7 اكتوبر ومن ساعة ما ابتدى الموضوع على فلسطين وغزا تمام كلامك مزبوط هو التيك توك عليه كل حاجة اللي انت عايزاه هتلاقيه على تيك توك يعني حتى لو جريتي بخيالك اللي هتلاقيه هتلاقيه على تيك توك الاهالي بتتدايق لا كله بيتدايق مش بس الاهالي انا واحد من الناس فعلا تيك توك ده بلاتفورم تافه جدا لدرجة انا لم اكن اتخيلها لكن وجوده عندي وجوده عندي كصانع محتوى مهم جدا عشان اقدر اوصل لفئة معينة لشريحة معينة هي هو ده الهدف بتاعه بالنسبة لي انا فاللي عمله التيك توك زي ما قلتلك طرق التحايل كتأسهل بكتير جدا عليه في ان انت تقدم المحتوى بتاعك عن مثلا تقدمه على تويتر مثلا او على اكس دلوقتي بس ايه اللي حصل يعني انا هو السؤال بتاعي يا احمد ازاي الناس من بعد ما كانوا معظمهم بيقدموا محتوى زي ما احنا اتفقنا ان هو تافه ليه محتوى بقى مهم جدا التيك توك كام الريتش اللي عليه مرعب جدا عن المتا يعني مثلا دلوقتي خلينا مثلا لو عملنا مقارنة هتنزلي بوست هو نفس البوست على انستجرام هتنزلي نفس البوست على تيك توك على تيك توك هيجيبلك ارقام مرعبة كمشاهدات وككل حاجة انستجرام لأ علشان عندهم سياسة الدفع ان انت ادفع انا قريدي هنزللك البوست ده وهيبان لعشرين في المائة من عدد توتل الفولورز بتوعك لازم تدفع عشان يزيد تيك توك متسامح شوية في الحتة دي على حسب المحتوى شد اهتمام ناس كتير هرشحه الناس كتير ان هو بيساعد على الانتشار هي دي قوة تيك توك يساعدك على الانتشار بشكل اكبر اي ان كان بقى كواليتي بتاع المحتوى بتاعك بتعمل ايه طالع بتقول انا سمك ايه طالع تعمل اي حاجة هواصلك للفئة بتاعتك علشان انا عندي الزباين اللي مهتمين بالنوعية دي طب تفتكر صناع المحتوى نفسهم اللي كانوا موجودين على تيك توك فكرهم بتغير شوية بعد الاحداث بص هو سؤال حلو بس فيه ناس كتيرة جدا التقافت بسبب الاحداث اللي بتحصل والمكسب الكبير اللي انا اخدناه كلنا ان احنا رجعنا نفكر نفسنا بالقضية الفلسطينية اللي كانت فترة كبيرة جدا مش في دماغنا ناس التقافت مش اخش في نوايا الناس لكن انا شايف ان ما فيش حاجة تغيرت بالشكل الكبير فيه ناس اه طبعا الموضوع ده في دماغها وطبعا فيه ناس كتواخد الموضوع سبوبة وفيه حاجات كتيرة جدا بتحصل لكن ان جنرال مش انا اللي هقدر حكم بس انا شايف ان احسن مكسب احنا كسبناه ان فعلا بقينا فاكرين القضية الفلسطينية طب احمد انت بتقولي ان انت الحساب بتاعك على تيك توك تقفل مزبوط وطبعا حصل ده لناس كتيرة جدا غيرك حقيقة طيب مخاوفكش ان انت تكمل لا عادي عملت ايه عملت حساب تاني طب ازاي يعني حكي لنا كده ايه اللي حصل انت صحية الصبح لقيت حسابك مقفول طيب عايز اعرف ايه اللي بيحصل بعدك ازاي بترجع تعمل حساب تاني وبجيب تاني نفس الفولورز بتوعك ولا ايه اللي بيحصل يعني بوس اقولك على حاجة يعني انا شايف يعني انا انا عن نفسي انا عن قناعة انا من 2011 في الموضوع ده انا وصل لقناعة ان مهما يعني انا لو عندي عشرة فولورز مش فرق عندي تسعة مليون مش فرق الرقم ده ما بيمسليش حاجة مهمة مش هو ده قيمتي اوكي انت بتقدم المحتوى الحلو بيوصل بس هي دي هي دي الفلسفة بتاعتي على السوشيال ميديا بعد فترات كبيرة جدا جربت حاجات كتيرة جدا انا انا الحساب بتاعي تقفل مش بسبب القضية الفلسطينية بس جالي كزا وورنج بسبب القضية الفلسطينية اللي كان بيحصل افرهولي عطول وانسان فور اول يعني ما مفكروش حتى ما دينيش وورنج لايته تقفل مفيش اه وللابد اللي هو ما داشا رجعه فروح اعمل حساب تاني بدأت اشتغل تاني انا نزل تاني انا بعملش محتوى خاص للتيك توك لان انا اصلا ضد التك توك لكن وجوده لازم عشان اوصل لفاق معينة طبع فان انا بعمله على الانستجرام والفيسبوك واليوتيوب هو بالضبط اللي بنزله على التك توك لا ازيد ولا اقال فبيرجع تاني العدد يزيد والناس كانت بتسأل كتير انت حسابك راح فين اتهكر فين كان كنت وصلت الرقم كبير جدا عليك فرجعت بالحساب الجديد مع القضية الفلسطينية نزلت مثلا فيديو بتكلم على اللي هما لما لقوا ورقة بتاعت الايام الاسبوع وقالك دي المخطط ضدنا واسماء اللي مش عارف ايه طبعا كنت متاريق ومدينه جامد يعني فقالك لا ده هيتوف سبيتش احنا هنمسح الفيديو حالك هو الارهابي مش انا انت بتفكر وبطريقة عكسية فبس ورجعت اكمل يعني هي مش صعبة ان انت ترجع تاني يضيع منك حساب وترجعي هي هي المشكلة عندك الرغبة حاسة فعلا انت قادرة تعملي قادرة مش قادرة خلاص طب احمد كلمي شوية عن صناع المحتوى الاجانب وكمان طبعا الامريكان اللي غيروا موقفهم من بعد مكانه هما بيدعموا مثلا اسرائيل ليه ان هما مع القضية الفلسطينية واللي بيحصل في قطاع غزة طيب بالنسبة للاجانب فيه حاجة جميلة جدا حصل الفترة دي يعني كنت هتكلم عليها لاتر الصمود اللي عند اهل غزة خلاص كتير جدا طيرا القرآن دي حاجة ممكن احنا منحسش بها لان احنا مسلمين بالولادة احنا فعلا شفنا فيديوهات كتير قوي ان هما بيتكلموا ازاي انتوا ازاي صبرين وازاي صمدين وازاي مستحملين ولسه عادين بتعملوا ترطة وعيد ميلاد لطفله يعني بزبط دي دي حاجة فعلا حاجة فعلا تأشعرك اللي هو انتوا ازاي ربطوا بالصمود ما بين الصمود بالاسلام بالقرآن وباقيتوا تقروا باقيتوا تتقفوا عرفتوا ان الاسرائيليين ايه عرفتوا ان اليهود مسيطرين عليكم في كل الشركات بتاعتكم في كل سبل حياتكم انتوا حتى كمان الاحزاب بتاعتكم سواء ديمقراطي او جمهوري برضو متسيطر عليهم بسبب اليهود انت عشان تنجح لازم تتغزل في اليهود هما برضو حاسوا قد ايه انه هما محاصرين بسبب اليهود في كل حاجة فبدأوا يتكلموا بدأوا برضو يستخدموا الاشارات علشان ما يتقفلهمش الريتش بتاعهم ما يتقفلهمش الكونت بتاعهم وصلوا لمرحلة وعي بسبب صمود اهل غزة وده برضو ممكن يكون من فوايد التيك توك انه هو ضارب عندهم بدرجة مرعبة جدا اكتر من عندنا فبدأوا يتكلموا عليه بدأوا يشوفوا يستخدموا الووتر ميلون البطيخة بدأوا يستخدموا الحاجات اللي احنا عملناها اللي احنا طلعا عشان نوصل للريتش وفعلا فرق جدا هم كانوا فاكريين بص اي انا عارف ان الامريكان منغلقين جدا على نفسهم ممكن ما يعرفش مصر في انه قرر ممكن مصر بنزلوا ولاية فعلا لان هم فعلا ما عندهمش الثقافة اللي تاهيلهم ان هم يفكروا بره بلدهم هم منغلقين على نفسهم كان فيه فيديو مثلا قديم جدا معروف قوي ان هم كانوا بينزلوا الشارع ويقولوا لهم ايه هي عاصمة امريكا الامريكان بيسألهم بيقولوا لهم نيويورك بالضبط بالضبط لا وحتى كمان اسألك جغرافية الدولة دي فين في افريكا فين افريكا افريكا دي فين فهم عندهم الانغلاق الثقافي ده لكن وانس ان هم بدأوا يشوفوا حاجات قدامهم بتظهر طب ده اللي بيقتل ده وده اللي قصف ده وده اللي عمالي يدبح في ده وبيقتله بالالف وبالالفين شهيد في اليوم طب اكيد دولة غلط يعني مش دولة الصح وبدأوا يرجعوا يشوفوا تاريخيا الدولة دي محتلة من سنة كام الدولة دي يعني هم وصلوا القناعة طبيعي طالما انت محتليني فترة جبيرة لازم يعندي مقاومة اذا المقاومة بتاعت المقاومة دي مشروعة للدولة دي مفيش احتلال من غير مقاومة هم وصلوا للحتة دي فبدأت بقى الدماغ تتفتح اكتر بدأوا يقروا اكتر بدأوا يتثقفوا اكتر ودي من محاسن التيك توك والسوشال ميديا ترجمة نانسي قنقر